هيرجع تاني الفترة القادمة وزي ما قلت لحضراتكم ان فيه اعمال الرصف في شرع المحطة ايضا في الجيزة وايضا العمل في تطوير مدان المنيب ايضا خلال الاجتماع تم دراسة احتياجات المحافظة وانه فيه عملية تعمير وخلق مدن صناعية المحافظ هيعلن عنها ده بالاضافة الى مساحات اراضي جديدة هيتم ضمها للمحافظة سواء بقى بتكلم على اسكان عشان تستغل في احلال المناطق العشوائية وانجيزة فيها مناطق عشوائية كتير وايضا وضع خطة متكملة للمنازل الايلة للسقوط او مناطق صناعية جديدة يعني انا بتكلم على اراضي هتبقى مخصصة لاسكان جديد والمنازل تطوير المنازل الايلة للسقوط وايضا اراضي لاماكن صناعية الاجتماع برضو ناقش قضايا مهمة اوية زي قضية التعليم موضوع المدارس قضايا الشباب والتشغيل في محافظة الجيزة الحقيقة كل ده بنشوفه وبنتكلم عنه وده جزء من تاريخ طويل التاريخ اللي انا بتكلم عليه ده تاريخ مليء بالحب بالثقة وانا ممكن احبك بس انا مش واثقة فيك لا انا بحبك واثقة فيك والثقة دي متبادلة ما بين النائب محمد ابو العنين واهله في محافظة الجيزة ليه ثقة متبادلة لانه هم عارفين انه هو لما بيقولهم انا هعمل كذا او هم بيلجأولوا لكذا هو بيعمل فعلا خليني ان انا اقول بعيدا عن انه رجل صناعة واقتصاد عايزة انتقل ايضا انه هذا الرجل عنده علاقات دولية كبيرة وعمره من خلال هذه العلاقات الدولية الكبيرة وحنشوفها مع حضراتكم عمره ما نسي في اللحظة انه واحد من ابناء محافظة الجيزة على قد علاقاته على قد كلامه مع ناس كبير ووزره ورئيسة بنلاقيه رغم ده لازم يكله وقت واستقهله واستنسه بتكلم معاهم اسمع لهم بيجتهد دايما انه يحل مشاكلهم بنلاقيه دايما يعني واقف في احزانهم قبل افرحه لانه هو عارف ان هما محتاجين ايه ومن غير ما يطلبه بيكون دايما هو سباق بالخير وده يمكن سر من اسرار تمثيل النائب محمد ابو العليم لاهالي الجيزة في البرلمان في خمس دورات برلمانية يعني اللي انا بقوله ده ده خمس دورات برلمانية ده رقم مش سهل يعني بتكلم على تاريخ طويل المحبة علاقات انسانية رائعة بتبقى موجودة بين النائب محمد ابو العنين وبين اهله وناسه في محافظة الجيزة اه برضو انا مش هقول كلام مرسل في صور انشوفها على الشاشة الصور دي اه فيها رد على تساؤل ليه النائب محمد ابو العنين هو شخص محبوب ومعشوق في محافظة الجيزة تعالوا لشوف الصور اللي هي معبرة زي ما انتو شايفين هو ممكن يكون راجع من اجتماع مهم جدا لكن نزل عنده لقى عنده ساعتين قادر ان هو يرايح فيهم قالك لقى انا حنزل مع اهل دايرتي هم اولى بالساعتين دول قبل ما اروح اجتماع تاني او شغل تاني وهو رجل لديه العديد والعديد من المشاغل لكن دوره داخل محافظته مع ابناء محافظته بيجميلهم في افرح في احزان بيقعد معاهم بيسمعهم امهم بيسمع مشاكلهم بيشوفهم ما عايزين ايه بيشوف افكارهم ايه ودايما دايما النائب محمد ابو الهنين يعني بيبقى بيتجه للناس البسيطة الناس اللي هي بيحب فعلا يسمع هي عايزة ايه ومشاكلها ايه ايضا امكان الصورة دي قبلغ صورة انها تقولك انه هو اكبر داعم للشباب يعني الصورة زي ما انتم شايفينها كلها شباب من ايما تمشي تلاقي الشباب بيبقى معاه واحنا نبارح عرضنا قد ايه هو احتفى واحتفل باوائل السنوية الازهرية واوائل السنوية العامة وكرمهم وايضا بيدربهم وبيحاول يجد لهم فرص عمل لانه هو عارف اهمية الشباب بالنسبة للوطن مش بس الجيزة لانه هو الوطن همه الاول والاخير وليس فقط ابناء دايرته في الجيزة يمكن الدايرة الصغيرة اللي حواليه هي دايرته الجيزة والدقي والعجوزة لكن الدايرة الاهم بالنسبة له هي مصر وده بقى هيخليني انتقل على موقف من المواقف التاريخية للنائب محمد ابو العنين طبعا قبل ما اكلمكم على الموقف التاريخي عايز اقول انه الصور اللي انتو شايفينها دي ممكن كلها تكون في فترة الشارع ما كانش امن اوي وان الناس ما كانش بتحب تنزل اوي وهو كتير ما كانوش بحب ينزله بس هو ما كانش بيفرق مع اوي الحكاية دي لانه هو كان بيحب يبقى وسط الناس نقول التجمعات يقولك ايه المشكلة انا عارف ان الناس بتحبيني عارف ان الناس انا مش قلقان منهم دول اهلي دول ناسي دول حبيبي امرهم ما هيقزوني هيقزوني ليه هو في حد يقزي حد من اهله لا انا عارف اهل الجيزة كويس عارفهم كويس ف يعني طيب اتفضلوا يعني اتفضلوا شوفوا الصورة دي يعني على فكرة الصورة دي تلقائية جدا تلقائية بشكل رهيب ليه هقول تلقائية ليه لان انا عصرت حاجات كتيرة وشفت حاجات كتيرة وكنت منزل حاجات كتيرة كان النائب محمد ابو العنين بتبقى مشاريع او حاجات داخل دايرته في الجيزة وكنت بروح اصور كنا بنعمل تأريه وكنا بنزحل حضراتكم في صباح البلد كان الاهتمام الاول والاخير لكبار السن يمكن انا حضراتكم لو تفتكروا انا مبارح فكرتكم بان احنا لما رحنا وقت حملة تميت مليون صحة وكان هناك الكشف المبكر عن فيروس سي والاخير كان اشتركوا في القناة